دراقتي بعد ما عملت المبنى عايز يدخله على موقع Green Building Studio بحيث اعمل له تحليل للمبنى فهروح من Analyze to Hating and Cooling Loads ابدأ اشوف الاعداد ديات مفروض الاعداد دي كلها بيكون دخلة قبل ما ابدأ الشغل على الموديل يعني قبل ما ابدأ الشغل على الموديل بحدد البلدنج طيب بتاعي إيه Location Ground Plan اندر هو الارضي البروجيكت فيس هل ده ما حاجة جديدة ولا حاجة شغالين فيها يعني موجودة فعلا مبنى قائم حاليا ممكن لكنا بطور فيه او بعدل فيه Schematic Type هل المبنى دوت الروح بتاعه العدد بتاعته ايه exterior wall interior wall ceiling floor كل العدد دي بشوفها وبقدم دخلها انه هو التقرير هل انت عايز تقرير بسيط ولا standard ولا تقرير فيه تفاصيل details وهنا في details بابدأ اشوف اللي space بتاعت المبنى بحيث ان هنا ممكن تبقى فيه اعدادات عامة للمبنى كله وهنا يبقى فيه مثلا ممكن يكون المبنى كله مثلا في فندق وفيه كام غرف هم اللي office فابدأ اشوف الاعدادات بتاعتها واعدل فيها زي ما انا عايز بعد ما بتخلص خالص بقول له calculate فيبدأ يعمل حسابات بتاعت المبنى بلايه التقرير يظهر لي فيه معلومات خاصة بالبروجيكت وبعد كده ملخص للبالدينج وبعد كده زونات وبعد كده space تقرير شامل وافي في كل حاجة بعد كده بقول له انا هنا عايز اعمل export للمنفي ده الاعدادات بتاعت المبنى دوت gpxml فبقول له export gpxml بيقول له عايز تستخدم المعلومات بتاعت الانيرجي سيتنج ولا المعلومات بتاعت احجام الاسباس والروم فبقول له اعداد الانيرجي سيتنج فبقول له سيف المشروع دوت بقاني اسم فبقول له سيفه بالاسم دوت بعد كده بروح الموقع اللي هو green building studio بقول له عملي create a new project اعملي مشروع جديد فهو طبيعي بيسألني اسم المبنى ايه building name فبقول له مثلا خليه alex building type نوع المبنى فبقول له مثلا خليه hotel مثلا او library مكتبة الاسكادولات اسكادولات معناها المبنى ده يشتغل 24 ساعة في 7 ايام والا 24 ساعة في 6 ايام والا 12 ساعة في 7 ايام ايه الفعالية بتاعته ايه فبقول له مثلا 12 ساعة في 5 ايام البروجيك طيب هل ده مشروع حقيقي ولا مجرد test هقول له test وبقول له continue فبتنقل الخطوة اللي بعد كده بيقول له حدد المكان طبعا ما فيش احسن من الكاهرة ايه ده الكاهرة فده بيجيب لي الاعداد بتاعت المكان دوت ودرجات الحرارة والطايم والعملة اللي بتعمل بيها وبقول له كامل بيقول له هل انت عايز تشارك المعلومات دي مع الموقع green building studio فبقول له ماشي عن مشارك الى لو كانت معلومات خاصة بقول له روح للبروجيك تدي فولت فانا هنا هروح للرن list عشان اقول له من الاكشن هنا انا عايز ادخل معلومات براوس جي بي اكس اي ميل براوس جي بي اكس اي ميل وقول له ارفع الملف جي بي اكس اي ميل هو امساح صغيرة خالص وبيباع مرة عن ملف تيكست او ملف اش اي ميل فيه معلومات بيقدر بنامج يفهمها فدلوقتي بيبدأ يعمل لها ابلود وبيبدأ يحلل المعلومات ديت دلوقتي 0 في المية فاللذلك المعلومات مش موجودة او غير دقيقة فبنصبر عليه الحد ما يكمل المية في المية ده اسم الملف ده التاريخ ده اللي يظهر ليه المساحة الفلور اريا الانرجي يوزر قد ايه على المساحة في السنة الاكتركال كوست تكلفة بتاعت الكهرباء تبقى قد ايه الاكتركال كوست الاكتركال فويل انرجي فدلوقتي اعمال يرفع الملف وكل ما بيرفع الملف بيبدأ ياخد معلومات اضق انا وقفت شوية بحيث محدش يتشلى يعني اتشلى الواحد كفاية فهو بدأ اهو يطلع نتائج بحيث ابدأ شوف تكلفة الكهرباء هتبقى ديه وتكلفة الوقود هتبقى ديه وابدأ اغير شوية اعدادات بحيث شوف الاعدادات ديه هتفرق كتير ولا بش تفرق انت ممكن تعمل تعدلات كتير عشان توفر في الطاقة فالاخر تكون حاجة بسطة جدا وتكلفتها كتير فانت بتعمل تغير نشوف نشوف فانا مشوف ايه العامل اللي ممكن اعدل فيه غير لي كتير في التوفير بتاع السلاك الكهرباء نشوف ايه 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 اللايت بيكلف في الكمية دي بيظهر اللايت فينا بيكلف اكتر حاجة التكلفة بتاعته قليلة التكلفة بتاعته قليلة فممكن نمزل جهد كبير عشان نوفر حاجة قليلة لا تمام ممكن نمزل جهد كتير في ان انا اوفر في حاجة هتغير كتير وهتفل معي في المبلغ اللي بيدفع كل شهر او كل سنة البروجيكت تيلز هو بيبدأ جيب لي معنومات تفصيلية عن كل حاجة في المبنى المعلومات ممكن نعمل الابديت للاسم دلوقتي البلدينج الاسباس الزون السيرفز الاوبنينج الشفاك دي معنومات عن المبنى الاسكادول البروجيكت طايب العنوان الدولة مين اللي شغل معي في المشروع البروجيكت الممبرز هو الغدوات انا بس ممكن تبدأ تضيف ناس ثانية والتحدد هل هو مسلا لي هو ما نجي يقدر يعدل ولا مجرد بس يقرؤوا ريد اون لي بحيس انه ما يقدرش يعدل كل واحد مسلا صرحته لأي لا اكتب مسلا ايميل بتاع اي حد مهم بس مكنش في حد فان حيبي الاسم دوت دا هبدأ اضيفه معي دا يكرأ بس هبعت له دعوة انه هو يكرأ ما لهش صراحية انه هو يغير دا الادمين الوزر ستيشن بيجيب لي تفصيل الحاجات الويندو هيتبقى ازاي ممكن تعمل داونلود الوزر داتا داتا